سنبدأ بالفقرة العملية بشرح أيضاً السكريبت أو البرنامج الخاص بالجلسة الثانية والمكتوب في ملف session2.m وبالتوافق مع الجلسة الأولى نلاحظ أن القسم الأول والأكبر من البرنامج يبقى نفسه تماماً كما كان في الجلسة الأولى حيث وضحنا كل هذه الأقسام سابقاً وأيضاً بالنسبة للvariant أو المتغير سنختار المتغير الذي يمكننا من التحكم بالمفاصل عن طريق الموقع أو motion actuation بالطبع فإن الأسطر السفلة هي إضافة خاصة بالجلسة الثانية وأما السطر الأول فهو مصفوفة ما نسميه نحن بالFD Matrix أو مصفوفة معاملات الاحتكاك ومصفوفة معاملات الاحتكاك قدرناها بقيمة 0.2 لكل المفاصل وهي قريبة من الدامبينغ الخاص بالمفصل والسطر الأخير سيقوم بفتح برنامج المقارنة بين الروبوت أو بين العزوم الدورانية الناتجة والمحسوبة في الروبوت نفسه وبين العزوم الدورانية الناتجة عن النموذج ديناميك رياضي وعند فتح هذا الملف فأنه سيظهر لدينا برنامج المحاكاة على السيميولينك والذي سيقوم بمقارنة قيم العزوم الدورانية الناتجة عن النموذج الديناميك رياضي وذلك لمعرفة مدى دقة النموذج الديناميكي الرياضي المستنتج بالمقارنة مع القيام الناتجة عن الروبوت طبعا في حالة نانو كارير لا يوجد روبوت حقيقي إنما الروبوت المحاكا من خلال برنامج سيميسكيب على يسار الشاشة كنت بتحضير عدة حركات للمفاصل معرفة مسبقا وبحيث أن هذه الحركات ستنتج لدينا واحدا أو أكثر من العزوم الدورانية المؤلفة للنموذج الديناميكي والموضحة في القسم النظري من المحاضرة طبعا تدخل قيم أوامر هذه المفاصل الأربعة مضافا إليها القيم الثابتة من أجل مفاصل المؤثر النهائي كأوامر إلى الروبوت وبنفس الوقت تدخل كأوامر إلى القسم المشاري إليه بالديناميك الموضل أو النموذج الديناميكي للمقارنة إذا أردنا أن نرى عن قرب ما هي قيم المفاصل المعرفة مسبقا من أجل مقارنة العزوم الدورانية المؤلفة للنموذج الديناميكي فقد قمنا بتحضير أربع أنواع مسبقة النوع الأول يعطي قيم ثابتة للمفاصل من أجل مقارنة عزم الجاذبية الأرضية الناتج عن الروبوت وعن النموذج الديناميكي وقد أشرنا خلال القسم النظري أنه من أجل مقارنة عزم الجاذبية الأرضية فلسنا بحاجة إلى تحريك الروبوت ولهذا نرى أن القيم الأربعة للمفاصل الأربعة هنا تكون ثابتة وقد قمت باختيارها لتعطي القيمة العظمى للعزم الدوراني الناتج عن الجاذبية الأرضية أما القسم الثاني فهو المسؤول عن إظهار العزم الناتج عن المقاومة والاحتكاك أو friction talks وأما الصندوق الثالث فيحتوي على حركة لكل مفصل على حدة وذلك من أجل مقارنة العزم الدوراني العطالي لكل مفصل على حدة وطبعا مرة أخرى بين الروبوت المحاكى وبين النموذج الرياضي الديناميكي للروبوت وأما القسم الأخير فيحتوي على حركة للمفاصل الأربعة مع بعضها البعض وذلك من أجل مقارنة القيم الخاصة بعزوم الجذب المركزي centripetal torx والcorriolus coriolus torque أيضا بين الروبوت المحاكى والنموذج الديناميكي ياضي وإيضاح إمكانية إهمالها في حالتنا لأننا سنعمل خلال المساق وفق السرعات المخفضة نسبيا والتي تؤدي لقيم صغيرة لهذه الأنواع من العزوم ترجمة نانسي قنقر